اشتركوا في القناة والاهتمام بالشباب وتمكينهم في مختلف المجالات للإسام في عملية البناء والازدهار جذلك لدى رعاية وافتتاح سموه المؤتمر السنوي لتوست ماسترز القطاع عشرين الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت شعار نحو التمييز بل نحو التمييز مثنيا سموه على الجهود المذولة لتنظيم هذا الحدث الدولي في المملكة لفتا سموه إلى دور الخطابة كأحدى الوسائل المهمة في سقل المهارات القيادية والقدرة على الإقناع والتأثير مشيرا سموه إلى التراث العربي والإسلامي والأمم المتقدمة واهتمامها بالخطابة وكان سموه على ضرورة مواصلة هذا الدور وتعزيزه بين الشباب اليوم نظرا لما تتيحه هذه الوسيلة من إبراز المهارات اللغوية والحوارات العقلانية في التطرق لشتى الموضوعات والقضايا منوها سموه بدور أندية توست ماسترز وتعونها والوثيق مع مختلف المؤسسات التربوية في ترسيق الخطابة ومفهومها عن الناشئة والشباب متمنيا سموه للمؤتمر السنوي كل التوفيق والنجاح هذا وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بجولة في معرض الصبر الذي أقيم بهذه المناسبة والذي اجتمل على أنشطة أندية توست ماسترز خاصة في القطاع عشرين وخلال الحفل ألقى السيد علي الرئيس رئيس أندية توست ماسترز العربية كلمة بهذه المناسبة وكلمة أخرى لسيد علي شهباز مدير القطاع عشرين حيث تمت الإشارة بما قدمته المملكة من تسهيلات لتنظيم هذا المؤتمر والشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على رعايته لهذا المؤتمر كما تم خلال الحفل تكريم العديد من الشخصيات التي دعمت بجهودها أندية توست ماسترز والجهات الرعية للمؤتمر هذا ويستمر المؤتمر حتى العشرين من شهر الجاري ويشارك فيه أكثر من ثمانمائة من دوم من مختلف أندية توست ماسترز في قطاع عشرين جمع حوائق طابا من المتحدثين والخطباء جاء هنا في هذا المؤتمر السنوي لمنظمة توست ماسترز العالمية الذي ترعاه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الرئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري طبعا نحن صارنا نعدلها تقريبا سنة من ميال العام من شهر مايو العام 2016 لليوم الحمد لله لقد ما تشوف أنها من أكبر الديستريكت أو الكونفرنس اللي ها لحضور اليوم تقريبا سبعمائة وصل فلله الحمد والتوفيق أن تقنى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ولأنها تهتم في سقل المواهب وبدور الخطابة منذ نشأتها على مر العصور تتبنى المملكة عشرات الأندية المتخصصة بتعليم مهارات التحدث والتواصل مع الآخرين نحن في البحرين عندنا أكثر من 75 نادي توس ماستر إذن توس ماستر ليس شيء جديد في البحرين إنما معرفة توس ماستر صارت شيء جديد وطبعا خلال الفترة الماضية العشر سنوات حاولنا كل جهدنا أن ننشر هذه الثقافة التوس ماستر بكل بساطة تعلم الإنسان مهارات القيادة وتعلم مهارات التواصل مع الآخرين في برامج تم تطويرها على مدى أكثر من 90 سنة وهي عمر المنظمة اليوم وصلت لنا أحنا تمكين منذ تأسيس في 2006 دعمت أكثر من 130 مأسسة وفر فوق المئة ألف بحريني تجربوا من خلال تمكين ونحن ندعم الشباب من طلبة باحثين عن عمل وعمال بحيث نأهلهم ونطور مهاراتهم منظمة توس ماستر لم تكن مجرد ملتقا للخطباء بل كانت أداة فاعلة ونقطة تحول للكثير ممن دخلوا في عالمها أنا كنت إنسان حتى أخاف أني أتكلم مع أي إنسان يعني أتكلم حتى مع أخواني مع أخواتي واليوم استطعتني أقف أمام الآلاف وأذا أتكلم انضمامي لهذا المنظمة يعني غيرت حياتي بشكل كامل يعني إلى الآن لا زلت إنسان متأتى إنسان لا أستطيع أني أتكلم لكن الحمد لله استطعت رغم التأتى اللي عندي أني أحصل على يعني لقب أفضل متحدث على مستوى العالم تمكين الأشخاص لكي يصبحوا متحدثين وقادة فاعلين في المجتمع هي أهم ركائز هذه المنظمة باتت مزارا ومنارا لكل البرامج التنموية والريادية مملكة البحرين وها هي اليوم في هذا المؤتمر السنوي تحتضن مئات المشاركين في كنفها وتضم أعلام الخطابة من مختلف الدول لتلفزيون البحرين صالح يوسف